دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس الثاني والعشرون حامد طبيب زوجته مدرسة اسمها آمنة حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم أحمد وحمزة طالبان أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب كسلان قال يوسف عندي خمسة أقلام هذا قلم أحمر وهذا قلم أزرق وهذا قلم أخضر وهذا قلم أسود وهذا قلم أصفر قالت زينب عندي مناديل كثيرة هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق قالت لها فاطمة أعندك من ديل أخضر قالت لا ما عندي من ديل أخضر قال طلحة عندي مفاتيح كثيرة هذا مفتاح الغرفة وهذا مفتاح الحقيبة وهذا مفتاح السيارة قال سفيان في بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة أهؤلاء أطباء لا هم مدرسون وهم علماء كبار الممنوع من الصرف الأنواع الآتية من الأسماء ممنوعة من الصرف زينب مريم فاطمة عائشة مكة جدة حمزة أسامة معاوية طلحة عثمان عفان سفيان مروان نعمان كسلان جوعان عطشان شبعان ملآن أحمد أنور أكبر أسعد أبيض أسود أحمر أصفر أخضر أزرق وليام وليام إدوارد لندن باريس باكستان بغداد إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب يونس يوسف أغنياء أصدقاء أقوياء أطباء فقراء وزراء زملاء علماء مساجد مدارس فنادق مكاتب دقائق مناديل مفاتيح فناجين كراسي تمرين اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها محمد خالد مريم فاطمة عباس حمزة مساجد كتب أقلام مناديل بيوت زملاء لندن سفيان حامد أحمد إبراهيم مكة زينب أصدقاء مدرسات محمود بغداد جميل كبير أكبر مجتهد مجتهد طويل كسلان طلاب فقراء علي باكستان عمار سيارات أحمر أحمر إسماعيل باريس باب قلم مدارس جدة مفاتيح مدرسة مدرسة ملآن مكاتب قريب أسامة الكلمات الجديدة الفنجان الفنجان الجمع فناجين المنديل الجمع مناديل المدرسة الجمع مدارس المفتاح الجمع مفاتيح المسجد الجمع مساجد أبيض الدقيقة الجمع دقائق أحمر قال أخضر قالت أسود أسود أزرق أصفر